في سهول إفريقيا الجنوبية الشاسعة حيث تشرق الشمس في السماء الزرقاء وتجوب الرياح الدافئة عبر الأعشاب الطويلة في هذه البيئة القاسية تعيش واحدة من أكثر الكائنات الاجتماعية والتنظيمية في عالم الحيوان المركات أو السرقاط تعيش المركات في مجموعات تصل إلى ثلاثون فرداً في السهول المنفتحة القاحلة وموطنها الأصلي هو صحراء كالهاري في أفريقيا الجنوبية تبحث نهاراً عن طعامها وتتغذى على الحشرات والعناكب تعمل المركات على مكافحة الفئران والثعابين بذكاء وحذر وبعض أفراده يتخصصون في الحراسة والمراقبة للدخول في جحورهم والاختباء عند ملاحظة أي خطر محتمل يجب أن تقضي الكثير من ساعات استيقاظها في البحث عن الطعام حيث من المعروف أنها تفقد حوالي خمسة بالمئة من وزن أجسامها أثناء الليل ولذلك يجب أن يتأكدوا من أن لديهم ما يكفي من الطعام كل يوم المركات سوف تقاتل حتى الموت عندما تكون المخاطر عالية إلى هذا الحد كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الأماكن القريبة من المستوطنات البشرية المتنامية وبالقرب من المناطق التي يتم فيها رعي الحيوانات الأليفة يتمتع بحاسة شم ممتازة تستخدم لاستنشاق الفريسة المحتملة الكامنة تحت سطح الرمال مباشرة بمجرد اكتشافها يستخدم مخالبه الأمامية الطويلة والحادة لاستخراج فرائسه حيث يتكون معظم نظامها الغذائي من الحشرات واللافقاريات الصغيرة الأخرى إنهم يمتلكون طعامهم بشكل كبير ويدافعون عن فرائسهم من الأعضاء الآخرين في مجموعتهم يعيش حيوان الميركات في تعاون مع طيور العصفور الحبارة فعندما يبحث الميركات عن الطعام يمكن أن تنبعث الحشرات والديدان من التربة مما يجذب طيور العصفور للتغذية على هذه الحشرات في المقابل تقوم طيور العصفور بتنبيه الميركات إذا اقترب أي خطر على الرغم من أنه قد يكون هناك عدد من أزواج التربية في فرقة واحدة إلا أن مجتمع الميركات يهيمن عليه بشكل عام زوج واحد من الذكور والإناث عادة ما تولد حيوانات الميركات الصغيرة في شهر نوفمبر بعد فترة حمل تستمر حوالي 11 أسبوعاً بعد أن تزاوجت مع شريكها في بداية الصيف تلد أنثى الميركات ما بين ثمين وخمسة مجموعات صغيرة في غرفة مبطنة بالعشب في الجحر تولد عمياء وبدون معطف الفرو الكامل على عكس تربية العديد من أنواع الثديات الصغيرة الأخرى يميل كل من الإناث والذكور إلى صغارهم مع الذكور والإخوة المعروفين للمساعدة في تعليم حيوانات الميركات الصغيرة مهارات البقاء على قيد الحياة في الصحراء المحيطة نظراً لصغر حجم حيوانات الميركات فهي فريسة طبيعية للعديد من أنواع الحيوانات الموجودة على الأرض وفي الهواء أكبر تهديد للميركات هو الطيور الجارحة مثل الصقور والنسور التي يمكنها اكتشاف هذه الحيوانات من أعلى رؤوسها جنباً إلى جنب مع الحيوانات المفترسة التي تعيش على الأرض مثل الثعابين التي تصطادها على الأرض بالرغم من أن حيوانات الميركات نهارية إلا أنها تمتلك عادات نوم خاصة بها عندما يحل الليل يجتمعون معاً في عشهم أو مخبأ مؤقت لقضاء الليل تقوم بتشكيل مجموعات مكونة من حوالي 20 إلى 50 فرداً حيث يتواصلون ويتفاعلون مع بعضهم البعض أثناء الليل وعلى الرغم من أنهم ليسوا حيوانات ليلية إلا أنهم قد يكونون نشيطين بعض الشيء خلال الليل لأنشطتهم الاجتماعية والتواصل هذا الكائن الليلي يتميز أيضاً بسلوكه الاجتماعي حيث يعيش غالباً في مجموعات تسمى مجموعات الميركات تتشكل هذه المجموعات للتعاون في البحث عن الطعام والحماية من الأعداء بالإضافة إلى ذلك تمتلك الميركات نظاماً اجتماعياً معقداً يتضمن تبادل الروائح والتواصل الصوتي في الختام حيوان الميركات هو كائن مذهل وفريد في عالم الحياة البرية يعيش في بيئات قاسية مثل الصحاري وقد تطور ليتناسب مع هذه الظروف المحيطة من خلال حياتهم الاجتماعية المعقدة والحماية المشددة وسلوكياتهم الفريدة يثبت الميركات أنهم مخلوقات مليئة بالعجائب وتتضمن سلوكياتهم المذهلة التعاون المستدام مع طيور العصفور وقدرتهم على التكيف مع ظروف الصحراء القاسية من خلال تكيفهم ومهاراتهم الاجتماعية يجسدون قدرة الحياة على التعايش في بيئات تتحدى الظروف القاسية ترجمة نانسي قنقر